من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم يقول سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وقال المفسرون في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أعطى هذين الإسمين من أسمائه سبحانه وتعالى والرأفة هي أشد الرحمة وأبلغها والرأفة والرحمة هي الخصوصية أصلاً لدفع المكاره والشدائد فالرحمة لطلب الأمور المحبوبة والرأفة مقدمة عليها لخصوصيتها بدفع المكاره وفي كلام العرب أن الرحمة هي العطف والإشفاق والرقة وهذا صحيح في حقه صلى الله عليه وسلم إذ هو أعظمهم وأشفاقهم وأرقهم قلباً فهو حريص على جلب الخير لهم ودفع الشر عنهم ومن المعلوم أنه مما قيل في حادثة شق الصدر الشريف أن الملائكة أخرجت منه صلى الله عليه وسلم أخرجت منه الغل والحسد وأدخلت فيه الرأفة والرحمة فكان بعدها يرحم الصغير ويرؤف بالكبير ومن رأفته صلى الله عليه وسلم بأمته تخفيفه وتسهيله عليهم وكرهته أشياء مخافة أن تفرض عليهم مثل مثلاً لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ومع كل صلاة ولما اشتد عليه أزا الكفار والمشركين جاءه سيدنا جبريل عليه السلام فقال له يا محمد إن ربك يقرئك السلام وهذا ملك الجبال قد أرسله معي وأمره أن لا يفعل شيئاً إلا بأمرك فقال له ملك الجبال إذا شئت دمدمت عليهم الجبال وإن شئت رميتهم بالحصب وإذا شئت خسفت بهم الأرض قال يا ملك الجبال فإني أطمع أن يخرج الله منهم ذرية يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله فقال ملك الجبال أنت كما سماك ربك رؤوف رحيم اللهم اجعل في قلوبنا نصيباً من هذه الشفقة والرحمة المهدى من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم صلوا 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 على رسول الله صلوا صلوا المصطفى طاه صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم الشفية صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام من صلى الله عليه صلاة واحدة صلى الله عليها بها عشر صلوات فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صفات النبي صلى الله عليه وسلم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنفس العرب يقول سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم وقد قرأها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرة هكذا ولكن قرأها سيدنا علي رضي الله عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم بفتح الفاء يعني من أعظمكم قدرا قال صلى الله عليه وسلم إني أنفسكم نسبا وسهرا وحسبا وإذا كان العرب هم أعظم الناس حسبا ونسبا وسهرا كان صلى الله عليه وسلم من أنفسهم فهو بذلك من أنفس الخلق لأنهم أفضل من غيرهم ويلاحظ أن الآية الكريمة من أواخر الآيات نزولا فهي عظيمة في حق العرب والمسلمين وبالتالي عظيمة في حق أعظم الخلق وأشرفهم وأنفسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاللهم بفضلك ورحمتك اجعلنا على طريق هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم المشتبة سيد الخلق أنفس العرب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا ترجمة نانسي قنقر